حضرتك شفت إزاي أداء المنتخب المصري في الوديات اللي لايبها؟ مطشاة الحقيقة ممكن الجهاز الفني قدر أنه يحط بصماته على التشكيلة الأساسية والبدائل كمان استفدنا منهم جداً كان نفسنا الأداء يبقى أفضل من كده لكن المطشاة الودية اللي بتبقى قبل البطولة تمالي بتبقى لها طبع خاص بتبقى نتائجها مش ممكن تكون عكسية زي منتخب المغرب كده إنهزم مبريتين قبل البطولة فممكن تهز الفريق شوية فالمبريتين إلى حد ما برضو يعني كمستوى فني فوق المتوسط إنما أنا كنت عايز أتكلم في نقطة مهمة أوي منتخب مصر بيبقى كويس أوي لما يكون في تجانس خصوصاً في البطولات المجمعة إحنا بنعمل فيه حاجات كويسة إنما آخر مبريتين ثلاثة ما كانش فيه التشكيلة الأساسية اللي هي هتلعب النهاردة فده جزء من التجانس لما يكون اللعيبة واغضة على بعض في التدريبات كتير والتشكيلة الأساسية مطش واثنين وثلاثة في المطشات الودية قبل البطولة دي بتساعد على التجانس وإن هم يحفظوا بعض يعني فنياً كده داخل المبارات وتخلي الروح مختلفة ما بينهم في اللعب وحاتة الروح تبقى موجودة برضو بس هي فنياً أكتر هم بيتعودوا على التاكتك معين تحركات اللعبين محمد صلاح يكون جاي بدري شوية التشكيلة الأساسية تكون معروفة بدري كل دي طبعاً لكن بنعذر طبعاً جاز الفني وبعض اللعبين هم كانوا متوجدين في أوروبا زي محمد صلاح كان عنده شامز ليج ومبريكله طبعاً فدي يعني هتفيد المنتخب أكتر من واحد الفنيين لكن المباراتين من وجهة نظر أنهم برضو معقولين ويدونوا إن شاء الله دفعاً النهاردة بإذن الله تبقى الافتتاحية لصالح منتخب مصر إن شاء الله